أمريكي تقولها بأنه بوتين هو المستفيد الأكبر. المستفيد. بوتين جميع يعني هذي هم الآلات آلات الانتاج الحربي تشتغل ليلة نهارا. ويقوي في روحه. ويعني الصين مجلب بالآخر صامتة وتشتغل في صامتة ووصلت اليوم إلى إنتاج أصعب حاجة. اللي هي طائرات حربية. طوال روسيا مقبل عندها. ومعناها هو التطفوق كبير. لكن ما تنساوش. راهو الحرب قبل كل شيء هي ردع. شكون اللي بشي ربح. هو اللي عنده مخزون أكثر. هو اللي عنده سلاح أكثر. هو اللي عنده تحذير أكثر. إذن شكون للمعادلة كيف يمشي في روسيا راي. عشرين سنال تاني كانت دولة من العالم الثالث. بعد أن تحط من الاتحاد السوفيتي أصبحت ولا شيء. جاء بوتين رجحها في صدارة. وهو ماشي للتفوق العسكري الواضح على أمريكان. بالتكنولوجيا نتكلم على الصواريخ فرط صوتية. اللي أمريكا لحد الآن مصلت لهاش. لعني نقوله وقت يخرج صاروخ من أمريكا. وصاروخ من روسيا. الصاروخ الروسي يوصل أربع مرات في وقت أقل من الصاروخ الأمريكي. وهي معظلة كبيرة. إذن شنية خلاصة؟ إسرائيل تجر أمريكا إلى الهاوية. إسرائيل؟ استراتيجيا نتكلم هنا. إسرائيل تجر أمريكا وراها إلى الهاوية. نتكلمه استراتيجيا. وكذلك هذه الحرب التجر إسرائيل إلى هاوية اقتصادية سيد العميد وهذا مش كلامنا. هذا كلام الصحف العبرية. لكن قبل ما نحكيه عن الخسائق الاقتصادية. مثلا اليوم القناة أثناش الإسرائيلية تحدثت عن مقتل تقولك اليوم كان فما مقتل لرقيب بلواء جفعاتي اللي مات بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمراته في قطاع غزة. تدريب مرة أخرى. طرش أنا في الجيش التونسي كن نحبه برش. تدريب اسمه المرور راو الجنود يعداه وعمه وكل يذكروه. المرور تحت نيران العدو. يعني نجد جنودنا نعديهم في مكان ونرميه وفق منهم رميات حقيقية. علش؟ بيش يتنحى من ذهن الخوف. بيش يسمع مناها الرصاص الحقيقي. يعني راو جنود جنودنا كله. في العالم كله بيش خاصة بينا. لكن تدريب هذاك ما نهى تدريب هذاك. أن تخليك تتأقلب. مش أول مرة تجي للحرب تشوف رصاص يترمى عليك. رام الجنود أضوما اللي نحكي عليهم عندهم 17 سنة مرمى عليهم حتى حد. يرمي عليهم بالحجارة. يخي وقت يسمع. تعرفش وقت تسمع على الرصاص الحقيقي. ونتسمعه تسمعه في رأسك. نتذكره. أول تدريب نتذكره. الرصاص اللي ترمى عليها. معناه كان يوم مشهول. تدريب لول فحيتك سيد آمي. أول يوم وقت ترمى عليها. من يوم 30 سنة. الرصاص نسمع فيه ت كان تمرين شيق جدا. لأني وقتها عرفت. كي تجيك رميات شنو كن وقها. مش كما ترمي. هون دي شاد بندوقية. عندها صوت. ومجنب بالاخر. عندها. لولا ما تسمعوش صوت هذاك. الهارة يرمع عليك بحق. تموت بسكتة قلبية. وهذا ما حدث لهار رقيب هدايا. فهمتني. إذن عملية تدريب. التدريب حقيقي. هذاك عليش. الجيوش تحترم روحها. عندها سانويا. تدريبات بالرماية الحية سميوها. رمايات بالرماية الحية. باش الجنود والرقابات والضباط. يكونوا متأقلمين مع الرمايات الحقية. رماية الدبابات. رماية الطائرات. الكل يصير قدامهم ويصير عليهم. لما حالة باتخاذ إجراءات الأمان. لكن باش يتأقلموا مع شيء هذي. إذن أنا ما نستغربش. سبعتاش عام يحارب في أطفال يرمع عليه حجرة. هوا رماوا عليه رصاص. حتى ما صابوش ميت بسكتة قلبية. عاني جدا. ميت بسكتة قلبية. وحتى المقاربين منه أكدوا أن وفايته كانت ناجمة عن عدم قدرته على تحمل ما رأيه. في غزة. الجنود هذة ملي ما همش مدربين حسب ما تقول ساحة الوغاة. سيد العميد مش احنا هكذا نحل وحدنا. الجنود هذة تكلف غاليا وباهظا جدا. كلفتها باهظة جدا على الحكومة الإسرائيلية. حسب مثلا يديعو تحرانوت اللي تقول البارح لحد أن كلفة الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 60 مليار دولار. 60 مليار دولار. لغم أنها لم تحقق ولا هدف من أهدافها. تحدثت نفس الصحيفة أن تكلفة بلغت حتى الآن نحو 272 مليون دولار يوميا. حيث يتقاضى كل جندي احتياطي 82 دولار يوميا. وبلغ إجمالي المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار. وهذا يشمل ميزانية الحرب نفسها. وقالت بأن التعويضات على الجبهة المدنية كذلك بلغت عشرات المليارات. حتى الناس يسكنوا فيهم في فنادق يعوضوا لهم على الليامات اليوم ما خرجوا منهم من المستوطنين تمتاحهم. شوف سماع الجمهور اللي يتابع فينا يحب ياسر الصور اللي نعطيها. بشي في مهل حقيقة. إسرائيل دي نعتبرها إنسان جريح. وهناك عملية نقل دم. لو كان عملية نقل دم نحي فجأة دم. شي يصير للمجروم. يموت ولا؟ إسرائيل هكاك. إسرائيل لو كان يوقفوا الإمدادات المالية الأمريكية فجأة يقف كل شيء. لأنه فعلا اليوم راه يعايشها بالأموال الأمريكية. بدافع الضرائب. أش قلت لك أنه فما شق من الأمريكيين بدأوا استفيقوا. قال لك يا أخوي أنا دافع الضرائب. بأي حق تعطي ضرائبي في دولة فيها 50 مليون فقير. وفيها ما فيهاش رعاية صحية. في أمريكا اللي يمرض يموت. ما عندهش فلوس يموت. اللي ما عندهش نقود في أمريكا ويمرض يموت. إذن كيف نعطي معناها مئات مليارات الدولارات للكيان الصهيوني. بينما أنا عندي 50 مليون فقير. وعندي مشاكل لا تحصل وتعد في بلادي. إذن هناك استفاقة. راهي لو لاها الأموال هذه. لا توقف الاقتصاد الأمريكي. لا توقف تأث الحرب الأمريكية. لا توقف كل شيء في إسرائيل. كل شيء يقف. لأن الأموال راهي أموال طائلة. يعني هذا يروى شوف ثم حشتيرة. ثم نقود جي من الحكومة الأمريكية. لكن ثم نقود أخرى جي من النبي الصهيوني مباشرة. لذلك جمعت جمع الأموال. فهمتني منظوريهم في أمريكا. يبعثونهم مباشرة يعني المال. يعني عبر البنوك وعبر الحكومة الصهيونية هذه. إذن لو لا المال هذا رأوا انتهى كل شيء. وتحدثنا على قذيفة 105 ومنذ دقائق كتاب القاسم تقولت أنها استهدفت قوة صهيونية خاصة بقذيفة اليسين 105 واشتبكت معها بمنطقة المحطة في خانيونس. يعني كما تحدثنا سيد العميد يدرهين المرحلة بمعادة وشمال معايش فيما قوات الآخرة. قبلها فما شريط تعدى في الجزيرة يعني سيارة دور تجوب في شمال ولا وجودة لقوات يعني إسرائيلية. إلا طيران الفوق واكا هوك المسايرات اللي تحكيتك عليها. وللتذكير سيد العميد احنا في كل حصلنا نفكر ومثلا بكري في أخبارنا على ديوانة فام المعلومة كانت 9000 جندي في جيش الاحتلال تلقوا علاجا منذ بداية الحرب في غزة. هذي الأرقام الرسمية من عندهم هاو تفسرنا 9000 جندي قديش ممكن يقابلوا من قتيل في صفوفهم. شوف ذوما ساقبوا شيء ذوما 9000 ثم ذوكم 11000 اللي قال عليهم الجيش 12000 جريح ومعاق يقابلهم 4000 قتيل هذي حد الأدنى ثلاثة واحد معروف اقسم على الثلاثة تلقى عدد لكن نتكلمها 9000 جندي سلطر من نوبات نوبات نفسية نوبات سرعة نوبات يعني لكن الإنسان في الحرب فما نوع من مرض نفساني يسيبوا الجندي حالة هستيريا وهلع ويفقد كل ملكاته وهذه شفتها بعيني فما شكون على غالب فما يدخل الجيش خطعا ما يتقام معناها تكوينه وهو صغير ما كانش يعني شديد كان معناها حياته فها ترفه فلما يدخل القوات مسلحة تصير له يعني هالنوع من نوبات يقوله 9000 نرجع الكلامي اخر قلة التدريب راهو الحاجة الوحيدة اللي تخلي الجندي ويصبح مؤهل بدنيا ونفسيا هو التدريب والتدريب قاسي توجيين هارو نعملوا حصة باش نرفوا على سادة مستمعين نحكي له مش نوصر لنا في التدريب راهو شي فوق خيال راهو ما يولي الإنسان ضابط اللي ما يذوق الأمر رين يعني يصبح رجل فعلا ويصبح قادر على مواجهة الصعاب ومواجهة الجوع والبرد ويعني الموت يعني معاش يهاب هذا هو عليش القوات المسلحة وننتمنى الشباب تونس كان يسمعوا فيها كل نتمنى وراهو ما تماش حاجة اتصلح الإنسان وترجعوا معناها شديد البأس وقادر على مقاومة الحياة وصعوباتها قد يعني التدريب العسكري نتمنى يسمعوني مش نحكي لهم على اللي يسير فيه خاطر الناس خايف يسخيلوا أنا حاجة صعيبة لا 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 بالعكس والله حاجة في صالح البشر وحاجة يعني تهذب البشر أخلاقيا وصحيا وبدنيا إذنها تسعلاف جندي يا ضمن لو كان جاءهم دربين ما يسيرش تسعلاف راهو تعرف ما نهى أكثر من زوز ألوية يعني يبشي لسه البستشفى قال شنو حالة حالة هستيرية وحالة نفسانية وانهيار نفساني أعجب إذن كان الجندي يسير له انهيار نفساني أشي نقول على المدني ما لنا إذن فهمت العملية كيفاش وقت نقول راي عملية تدريب وعملية نقص في التدريب ظهر العملية ظهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة